مشكلة كل يوم كل يوم مكوى وكل يوم نودي للمكوى جي وكل يوم فطورة قد كده وكل يوم والتاني مبلغ قد كده طب وبعدين الفواتير دي كلها والفلوس دي كلها يعني مفيش حل يعني هو مفيش حل لموضوع الفواتير والمكوى لكل يوم والتاني لأ طبعا في حل نجمة جديدة في عالم رفال مكوى بستند بالترابيزة لأول مرة في مصر من رفال شوفوا الجمال بتجيلك الكارتونة بالشكل ده بالضمان ضمان 3 سنوات يا جماعة على المكوى اللي بالترابيزة دي كده قطع الغيار اللي بتيجي مع الكارتونة ولما نقول رفال يعني صناعة مصرية 100% يعني خدمة مبعد البيع متوفرة بصوا كمان بيجي معا شماعات قطيفة هدية ودي كمان المكوى اللي هتخرج من الكارتونة يعني كمان لما اقول صناعة مصرية يبقى خدمة مبعد البيع اللي مشهورة بيها رفال بصوا المكوى خفيفة ازاي ودي نيلي بتوريكم قدي ايه المكوى خفيفة جدا جدا يعني مش هتوجع ايديكي ودي التنك بتاع المكوى اكبر تنك مكوى تنك كبير جدا 3 لتر ونص قواعد تثبيت قوية جدا عشان المكوى ما تتحركش وانتي بتكوي عليها كمان تقدري تتحكمي في الطول اللي انتي عايزاه في المكوى يعني معنى كده تقدري تكوي وانتي قعدة تكوي وانتي وقفة وداعا لواجع الظهر يا جماعة خلاص ممكن احطها كده قدامي وانا قعدة على الكنبة واكوي عليها وممكن كمان اكوي وانا وقفة بصوا كمان بتوفر لي ان انا اشتري ترابيزة يعني مكوى وترابيزة في نفس الوقت شايفين الحلاوة وشايفين الجمال بتاع مكوة رفال لأول مرة في مصر مكوى استند بالترابيزة من رفال فخر الصناعة المصرية ولما نقول رفال يعني صناعة مصرية 100% خدمة ما بعد البيع يا جماعة قطع السيانة متوفرة كمان عندي الخدمة 24 ساعة هي نفسها قطعة ديكورية في منزلك شايفين المكوى عاملة ازاي تانج 3 لتر ونص المقاسات بتاعتها والارتفاع بتاعها اقدر اتحكم فيه الترابيزة ممكن تكون افقية وممكن تكون كمان بالعرض زي ما انتوا شايفين بجد هي قطعة فنية من رفال كمان قوة البخار قوية جدا اقوى بخار ممكن تشوفيه وكمان قوة البخار فيها 3 سرعات بصوا يا جماعة شايفين البخار البخار لوحده بيفريد للقماشة حتى من غير ما شغل المكوى بصوا الجمال دي كده قوة البخار بتاعت مكوى ترفال النهاردة المكوى اللي استند بالترابيزة عندي زرار البخار في 3 سرعات اقدر اتحكم في قوة البخار بتاعت ترفال في المكوى وكمان عندي زرار الباور اللي بيشغلي المكوى بس بنعمل ايه انا عندي العباية دي كتان على ستان ما بتتفردش ابدا غير عند المكوى جي بفردها كده وبجيب المكوى بشغل قوة البخار بتاعتها قوة البخار بتاعتها دي حاجة كده جبارة جبارة مش الله علي وبعدين بحط البخار على العباية قدامي وبعد كده بعد ما ديها قوة البخار بتاعتها بطفي البخار وبشغلها مكوى بس قوم ايه تلاقي بتتفرد في ثانية مش محتاجة ان انا ارجع عليها تاني بصوا جمالها تعالوا ووريكم بعمل ايه ده زرار البخار ليه 3 سرعات للبخار اهو لو دست عليه كده ادي 3 سرعات هم قدامكم اقدر ادوس دوسة تانية اتحكم في قوة البخار عندي 3 سرعات بتلاتة لقوة البخار بتاعتي على حسب شدة الكرمشة اللي موجودة قدامك بصوا بقى ده اللي عباية الجنس ما بتتفردش غير عند المكواجي بدي ايه بدي بخار الاول اهو على اقوى حاجة بالشكل ده وبعدين قطفي البخار واشتغل بالمكوى كمان مكوة رفال فيها بوز رفيع قوي زي السدن كده بيدخل بين الكشكشة بيفرد لي بين الكشكشة وبين الزراير وتبقى اكتر حتة مستخبية بتضايق منها او لما تيجي تكوي في البيت بتفضل مكرمشة معنا الحتة الرفيعة البوز الرفيعة اللي في مكوة رفال بيفرد لي الحتة المستخبية الحتة اللي الجوه بصوا بين الزراير ازاي ولا كلمة يا رفال بسم الله ما شاء الله يا جماعة مكوة رفال النهار ده بالبخار هي مكوة تحفة 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 فيها خاصية التنظيف الذاتي يعني بتنظف نفسها بنفسها تخيلوا بقى وكمان سهلة التنظيف وكمان فيها فصل الباور يعني لو انا سبتها حوالي ربع ساعة شغالة هي بتفصل وحدها معها طاقم الشمعة القطيفة زي ما قلت لكم الالوان بتاعتها ابيض و سود و زرق و رصاصي بصوا شايفين انا بلعب بيها ازاي من كتر ما هي خفيفة و نعم على ايدي مش هتوجع ايديكي ابدا ابدا النهار ده مكوة رفال هي بجد في بيتك هي قطعة دي كورية كمان اقدر اكوي كده بسرعة الصبح اميس بقى الجوزك بلوزة كده مستعجلة عليها بالستند كده بالشكل ده اوام اوام خليتلي البلوزة في ثانية زي الفل ما تنسوش ان رفال هي فخر الصناعة المصرية